وإلى قطاع غزة كما في سائر الأراضي الفلسطينية يشكل الحفاظ على الأكلات الشعبية جزءا من معركة الشعب في وجه محاولات التهويد التي يشنها الاحتلال على كل القطاعات التقرير التالي يلقي الضوء على واحدة من هذه الأكلات تدور بنا الدنيا وتشغلنا تفاصيل الحياة فيما تبقى وجباتنا الترافية جزء لا ينفصل عن كل ما هو أصيل في غزة تعتبر أكلة المقلوبة تقص أساسي لغالبية العائلات أيام العطل فهي أكلة لا تقبل بالقليل من الجائعين إنما تبقى متعتها الأكبر في عدد الآكلين وكثرة مكوناتها الشهية والمغذية يعني أكلة زاكية وكويسة وصح مكلفة بس إنها مرتبة وكويسة وطبعا مش كل من طبخ مقلوبة قال أنا مقلوبة يعني مش الكل اللي بيزبطها فيه يعني ستات بيزبطوها وفيه ستات ما بيزبطوها تعد المقلوبة الأكلة الشعبية التي تحتل المركز الأول في غزة كما في كل المدن الفلسطينية تتمسك بها العائلات وتتوارث طرق صنعها وأسرارها وتنتقل مع المهاجرين منهم إلى أنحاء العالم لتؤنس وحشة جمعات الأسر الفلسطينية البعيدة عن الوطن المقلوبة عبارة عن أكلة فلسطينية مشهورة في الخليل في القدس يعني عندها في بلدنا بغزة المقلوبة يعني كل طبعا الفلسطينية بعتمدوها أكتر أكلة بنت أخوي بارة في السويد كتير بتتصل علي وبتأخذ مني أكلات هي تجوزت غاد وحواليها هناك في من السويديات في من السوريات بتقولهم هالقيت تستنوا هالحين أنا رنلكوا على عمتي ونعمل إنا أكل مظبطة مرتبة فلسطينية على طريقة عمتي تبقى هي تشتغل وأنا ببقى أنقل فيها ورغم ما أتاحته العولمة من تداخل في ثقافات الشعوب تبقى الأكلات الفلسطينية الأصيلة وهي أكثر ما تعرض لمحاولة سرقة أصولها من قبل الاحتلال تعلن عن انتمائها لكل بيت فلسطيني إن كانت مقلوبة أو مفتول أو حمص أو فلافل والقائمة تطول أكل فلسطينية طبعا إحنا الفلسطينيين بنعتمدها عشان هي من تراتنا وبدأ أكل كويس وزاكي وشعبي يعني فإحنا منهتم في الأكلات الفلسطينية اللي هي الأكلة المقلوبة أهم أكلة طبعا المقلوبة والمفتول والحمص والفلافل هذول طبعا هذول أكلتنا الشعبية التراتية الفلسطينية إن أردت التعرف على ثقافة الطعام لدى الغزيين فأمامك هذا الطبق الذي تعبر رائحته الشهية عن كل مكون خرج من أرضهم الطاهرة ليستخدم للحفاظ على أصالة أكلاتهم الفلسطينية الشعبية مناعك القناة رؤية غزة فلسطين